السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف السابع عفاني الله وإياكم من أي مكروه بإذن الله تعالى اليوم سوف نشرح النون الساكنة والتنوين من أحكام التجويد النون الساكنة هي نون أصلية ثابتة في الوقف والوصل خالية من الحركات الثلاثة الضمة والفتحة والكسرة وتكون إما في الأسماء أو الأفعال أو الحروف ثابتة في الوصل والوقف أما التنوين هي نون زائدة تلحق آخر الأسماء حركاتها تنوين الضم، تنوين الفتح، تنوين الكسر ثابتة في الوصل، محذوفة في الوقف انتبه سنجد أن نعلق على تنوين الفتح يا سابع مثلا عليما حكيما سوف نقرأها وصلا عليما حكيما حسنا لكن إذا أردت أن أتوقف على القراءة عند المقطع الأول عليما أقول عليما لكن وصلا عليما حكيما ماذا فعلت بالوقف؟ فعلت بالوقف يا سابع أنني ثبت الألف لأن التنوين لم يوضع على الألف إنما الحرف الذي قبله إذن الألف هنا لا يوجد عليها تنوين يا سابع أقرأها في الوصل عليما حكيما لكن إذا أردت أن أقف على المقطع الأول وقفا فأقول عليما أترون التنوين بشكل عام يثبت وصلا لكن يحذف وقفا أليس كذلك؟ إلا في حالة تنوين الفتح وننتطرق الآن إلى أحكام النون الساكن والتنوين لدينا الإضغار والإضغام والإخفاء والقلب أو ما يسمى بالإقلاب نأتي إلى الإضغار يا سابع الإضغار لديه معنى إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنى غنى؟ نعم دائما كنا نقول أن الغنى هي صوت جميل يخرج من الخيشوم طيب الإضغار ونسميه أيضا الإضغار الحلقي جمعه العلماء في بيت الشعر الذي يقول أخي هاك علما حازه غير خاسر في بداية كل مقطع أحرف الإضغار فنقول الهمزم والها والعين والحا والغين والخا لماذا سميناه بإضغار حلقي؟ انظر حينما نقف على الهمزة ماذا نقول إ إح إع إح إغ إخ من أين خرجت؟ تلك الحروف من الحلق إذلك سمي إضغار حلقي نعم يأتي الإضغام يا سابع في كلمة أو كلمتين كيف أعلم أن هنا إضغار أنظر إلى الكلمة الأولى أنعمت أولا ما مصطلح ضبط النون؟ رأس حائن صغيرة حسنا ماذا يوجد بعد النون؟ حرف العين وحرف العين من أحرف الإضغار إذن الحكم إضغار حلقي طيب كيف نقرأه؟ أنعمت 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 حسنا ولدي التنوين يأتي يا سابع في كلمتين شيء عليم شيء عليم قف على شيء شيء أين ذهب التنوين؟ حذف لأنه زائد طيب لو ارجعنا عند أنعمت أنعمت حسنا نون أصلية لا تحذف نأتي إلى كلمتين لنتدارك مع بعض كيف قراءة الوقف وكيف قراءة الوصل منهاد منهاد هل حذفت النون؟ لا لأنها أصلية أتت مع الحرف من 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 بالوقف منهاد وصل انظر إلى عذاب عظيم عذاب عظيم لنقف على الكلمة الأولى أقول عذاب عذاب أين ذهب التنوين؟ التنوين بالوقف يحذف وصلا يثبت سابع وصلا يثبت وقفا يحذف إلا في تنوين الفتح قلنا في الوقف يثبت الألف أما وصلا يثبت التنوين حسنا الضبط النون يكون فوقها هذه الإشارة رأس حاء صغيرة صح؟ طيب التنوين الخاص بالإظهار انظروا لتنوين الضم هكذا مصطلح الضبط وكأنها ضم لها غطاء أما تنوين الفتح والكسر فتكون الحركة متقاربة انظروا إلى شكلها حسنا أعيد وأكرر أحرف الإظهار قد حصرت في البيت الذي يقول أخي هاك علما هذا غير خاسر أحرف همزة ها عين حا وين خا يأتي في كلمة ويأتي في كلمتين في كلمة أنعمت لا أجعل غن في القراءة فقط إظهار النون هذا المقصود بالإظهار يا سابع أن أظهر النون لا أخفيها ولا أجعل لها صوت جميل يخرج من الخيشوم إنما الحكم بإظهارهم وأقول من هاد وصلا من وقفا عذاب عظيم وصلا عذاب وقفا أشكركم لحسن استماعكم وأود أن أطلب منكم طلب صغير جدا الطلب من سورة الدخان استخرج أحكام الإظهار أعيد وأكرر يا سابع من سورة الدخان صفحة خمسة وخمسين استخرج من أحكام التأنون الساكنة الإظهار الحلقي أو من سورة النبأ كيف ستفعل؟ ستكتب الآية ومن ثم في كلمة وفي كلمتين كجدول صغير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر